في الفيديو ده حنتعلم طريقة جديدة لترقية نظام التشغيل عندك لويندوز 11 اي ان كان نوع النظام عندك سواء كان 7 او ويندوز 8 او ويندوز 10 او اي اصدار قديم من ويندوز 11 وبدون خسارة ملفاتك او برامجك المثبتة بطريقة سهلة جدا ومناسبة للمستخدم المبتدئ وكمان مع تخطي متطلبات التشغيل اي ان كان امكانيات جهازك وبدون ما نحتاج نستخدم اي برامجه بطريقة سهلة جدا ومش بتاخد اي وقت خليكم معي بعض الفاصل اهلا وسهلا بكم انا محمد غراب وبرحب بكم في فيديو جديد خلينا نتكلم في الشرح بطريقة مباشرة طبعا انا موجود معي هنا ويندوز 10 تمام كل اللي احنا هنحتاجه هو ويندوز 11 ملف ايسو هتقدر تحمله من اللينك الموجود في سندول وصف او من المواقع الرسمي كل اللي مطلوب مننا هنضغط write click على ملف الايسو بالخاص بويندوز 11 وبعد كده نقول له mount هيتعمله mount وبعد كده هيفتح معانا بالطريقة دي زي ما احنا شايفين نتعمله mount في drive e وبعد كده هنروح على folder sources وفي الشريط العنوان هنا بنكتب cmd علشان نفتح command prompt او موجه لوامر في الامتداد تمام كل اللي هنحتاجه هو كتابة امر بسيط جدا وهو setup rib slash product بعد كده server طيب الامر ده بيعمل ايه نعمل zoom كده برضو هتلاول الامر موجود فيه صندوق الوصف تمام الامر ده بيقول ويندوز اللي احنا بنستطب windows server فملاف الانستوليشن بتاع ويندوز 11 مش هيدقق في المتطلبات بتاعته وبعد كده بعد ما نكتب الامر ده هندوس على enter بكل بساطة هيطلب صلاحيات الادمن هنقول له yes وبعد كده زي ما احنا شايفين هيبتدي يطلع ال windows server setup طبعا احنا هنستطب windows 11 pro عادي جدا تمام طبعا انا بنصح لو الجهاز بتاعنا متصل بالانترنت فاحنا نقفل الانترنت على الجهاز انا بالنسبالي بستخدم توصيل سلكي فحقول له disable لو انت عندك مثلا واي فاي هنا هتقول له disable علشان خاطر يعني مايعودش يعمل update ويحمل ملفات كبيرة بعد كده هندوس على next ونستنى لما يعمل check for update طبعا الانترنت مقفول فالعملية ده مش هتاخد ثواني بعد كده هندغط accept واهم حدا انك تتأكد انك مختار الاختيار الاول اللي هو keep files اللي هو هيخلي الملفات موجودة زي ما هي و keep settings او هيخلي اعدادات ال windows زي ما هي و end apps ويسيب كمان التطبيقات المثبتة على النظام وبعد كده تقول له next هنا كل حدا جاهزة للتثبيت ال windows بيأكد علينا اللي هو هيعمل install windows 11 pro او هيرقي لي وحيخلي الملفات والاعدادات والبرامج هنقول له install هيبتدي ال windows متقلقش من كلمة windows server هنا هو بيثبت او بيرقي ال windows الى windows 11 pro او هوم على حسب النسخة او الاصدار اللي انت بترقي منه وكل المطلوب مننا احنا هنستنى عملية ال install لما تنتهي لحد 100% طبعا الهاز ممكن يعمل restart اكتر من مرة لحد ما يفتح معانا على windows 11 تمام زي ما احنا شايفين تم الترقيه لوندوز 11 خلينا نشايك على الاصدار ونشوف بنفسنا ان احنا رأينا دلوقتي windows 10 الى windows 11 25 او هاتش اتنين بنجاح وبكل سهولة بدون استخدام اي برامج خارجية وبأمر واحد فقط طيب افرد لاي سبب حبيت ترجع ال windows 10 يعني على سبيل المثال لو جئنا في السي هنا هنلاقي windows.old والفولدر ده بيسهل لنا اللي احنا نقدر نرجع للوندوز القديم او windows 10 بس المدة 10 قيام فقط طيب لو حبينا نرجع للوندوز 10 تاني بنعمل ايه بنجيب الاعدادات الخاصة بالنظام وبعد كده بنبحث فيه هنا على go back في شريط البحث ده لحد ما نوصل لgo back to windows 10 على الشيء نرجع للوندوز 10 مرة تانية هندوس على go back ده في حالة لو حابب ترجع للويندوز 10 وبعد كده نختار next ونقول له no thanks وبعد كده نقول next بعد كده go back to windows 10 بعد كده جهاز الكمبيوتر حيعمل restart زي ما احنا شايفين ويعني حيحمل كده شوية علشان خاطر يقدر يرجعك لوندوز 10 مرة تانية والموضوع بسيط برضو ما بياخدش اكتر من دقيقة بالظبط وتلاقي نفسك رجعت مرة تانية لوندوز 10 بدون اي مشاكل جميل اوي رجعنا كده لوندوز 10 تاني بكل سهولة لو استفدتوا من الفيديو ياريت تدعمونا بالضغط زر لايك واشتركوا في القناة لو ما كنتوش مشتركين ومهم جدا تفعلوا زر جرس التنبيهات للكل علشان يوصلكم مشاعر لما يكون في فيديو جديد دعمكم بالضغط على زر شكرا او سوبرسانكس هيكون محل تقدير كبير شكرا ليكم ونشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله سلام اشتركوا في القناة 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 شكرا